بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن حدثت أحداث السودان قامت الدنيا ولم تقعد بعد الإطاحة بحكومة جحت أو حكومة عبدالله حمدوك نجد أن العالم الغربي كله يبكي أمريكا بريطانيا الأمم المتحدة الجميع ينطفض ويتحرك ويظن أن هناك حدثا غير مسبوك قد حدث بهذا الخصوص فماذا حدث في السودان ولماذا تبكي أمريكا على حكومة حمدوك حمدوك والذي سألنا عنه كثير من السودانيين قالوا أنه ينتسب إلى المحفل الماسوني السوداني وهو شخصية ماسونية وأنه ينفذ أجندات صهيونية وعندما جاء بحكومته لم نرى منه إلا ما شاهده السودانيون من أنها كانت وعود خرقاء وجوفاء ولم ينتج عنه شيء إذن العالم كله رأى أن ما حدث في السودان انقلاب بينما عميت أعينهم تماما عن انقلابات كثيرة حدثت في مناطق العالم المختلفة ورؤساء مدنيون منتخبون يموتون خلف الأسوار دون أن يرف لهم جثن إلا أن روسيا تحديدا خالفت الدول الأوروبية واعتبرت أن ما حدث في السودان قد يكون انتقالا للسلطة وليس انقلابا عسكريا أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ديمتري إن أحداث السودان ربما تكون انتقالا للسلطة فيما وصفته الخارجية الروسية بأنه دليل على أزمة حادة وسياسية فاشلة اعتبرت روسيا الثلاثاء أن ما جرى في السودان قبل يوم قد يكون انتقالا للسلطة وليس انقلابا عسكريا متهمة الرافضين لسيطرة الجيش على مقاليد السلطة في الخرطوم بارتكاب أعمال عنف فيما وصفت الخارجية الروسية ما حدث بأنه دليل على أزمة حادة ناجمة عن اتباع سياسة فاشلة إذن هنا الموقف الروسي لا ينسجم مع الموقف الغربي فيما يتعلق بالسودان جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ديمتري بولونسكي قبيل لحظات من بدء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في السودان وقال بولونسكي لم نسم ما حدث بالسودان انقلابا عسكريا ولماذا لا يكون انتقالا للسلطة لقد رأينا ذلك من قبل في السودان قبل عامين وهذا في الأمر لا أدري كيف لا يراه الغربيون أم لأن حمدوك يعني يجري في فلك الصهيينة والماسونية عندما تم عزل البشير لم يأتي رئيس منتخب لم تحدث عملية دموقراطية في السودان بل جاء حمدوك بالبرشد الصهيوني والأمريكي ليحط على السودان هو ومن معه من وزراء جاء بهم من بريطانيا وأمريكا وحول العالم وليست لهم أي جذور أي فرضوا على الشعب السوداني واختطفوا الثورة السودانية واختطفوا كل ما بذله الشعب السوداني في خلال ثورته المباركة يبقى إذن هنا بلونسكي يوضح لهم لماذا تسمونه الآن انقلاب عسكري ولم تسمونه من قبل انقلاب عندما تم عزل البشير والبشير إن كنتم تقولون أنه غير منتخب أو أنه جاء بانقلاب عسكري من 30 سنة فأيضا مجموعة جحتة أو مجموعة عبدالله حمدوك أيضا لم يجيءوا بانتخابات بل تم تعيينهم بالوصايا الغربية لذلك نجد هذا البكاء الغربي منقطع النظير عليهم الثلاثاء جدد أمين عام الأمم المتحدة أنطوليو إداناته القوية لاستحواذ العسكر بالقوة على السلطة في السودان ودعا القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف رادع وحول اتهام القوات التي تواجه التظاهرات بارتكاب أعمال عنف أضاف بلونسكي العنف يرتكبه الطرفان ده كلام روسيا في إشارة إلى أن المحتجين يقومون بالأمر ذاته واستبعد بلونسكي صدور أي بيانات من جلسة مجلس الأمن بشأن السودان قبل أن يستدرك قائلا لقد سمعت عن أفكار يقصد من نظرائه بمجلس الأمن بشأن ما حدث في السودان لكنني لم أرى أي شيء مكتوبا يمكن أن يرقى إلى بيان صادر من قبل أعضاء المجلس وحول موقف موسكو من دعوت غوتوريش قال بلونسكي عادة يجب أن لا ينتقد الأمين العام أعضاء هذا المجلس وأنا تفهموا كلماته باعتباره قلقا للغاية مثلنا جميعا بشأن ما حدث في السودان وفي سياق متصل وصفت الخارجية الروسية في بيان الأحداث التي يشهدها السودان بأنها دليل على أزمة حادة ناجمة عن اتباع سياسة فاشلة على مدى عامين وأكدت ثقتها بقدرة شعب السودان على حل المشاكل الداخلية بنفسه وقال البيان ننطلق من حقيقة أن مثل هذا التطور للأحداث في السودان أصبح دليلا على أزمة حادة وشاملة طالت مجالات الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد كافة وهذه حقيقة ما حدث في السودان بالفعل الشعب السوداني من سنتين تحرك في ثورة الشعب السوداني من سنتين أرد أن ينتقل للأفضل والأحسن أطاح بحكومة البشير ظنا منه أن حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب السوداني سوف تأتي ولكن مع الأسف الشديد رأينا ما حدث وهو أن الغرب فرض حكومة حمدوك وفرض الواقع الجديد في السودان ورضي حمدوك والغرب بأن يبقى المكون العسكري جزء من السلطة وأن المكون العسكري قام باعتقال البشير هناك حاليا مظاهرات في السودان وقفت أمام القصر الرئاسي وطالبت بتغيير الحكومة الموجودة والقيام بثورة تصحية بعد أن تحرك العسكر وعطاحه بمجموعة مسؤولين كما حدث من سنتين عندما اعتقلوا البشير هل اعتقال البشير كان شيء طبيعي ولم يرف ساكن لأحد بل سعى العالم كله لاعتقاله وتسليمه وإلى آخره بعيدا عن البشير كان حلو أو وحش ولم يتحرك ساكن للعالم بينما جاء حمدوك ابن المسونية والصهيونية العالم كله يبكي الآن على حمدوك وحقوق الإنسان ولابد أن يفرج عن حمدوك وأن يعاد إلى السلطة وإلى آخره لا شك أن حمدوك لأي عاقل سوداني أي عاقل عربي أي متابع عندما يرى هذا يعني البكاء والحنين والتعاطف والوقوف ما حمدوك يدرك أننا نتعامل مع صهيوني ماسوني ما كان للعالم الغرب أن ينطفض وقوفا معه إلا أنه مثلهم وأشد منهم وعلى الشعب السوداني أن يختر أي بديل سوداني وطني كائنا من كان وأن ينتقل بعد ذلك بحوار سوداني مع كل الأطراف مع كل الأطياف للانتقال بالسودان إلى مرحلة ينشدها السودانيون وقال البيان ننطلق من حقيقة أن مثل هذه التصورات أصبح دليلا على أزمة حادة وشاملة طالت مجالات الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد كافة وأضاف هذه نتيجة طبيعية لسياسة فاشلة جرى اتباعها خلال العامين الماضيين فترة حمدوك حيث تجاهلت السلطات الانتقالية ورعاتها ومستشاروها الأجانب حالة اليأس والبؤس التي عانت منها الغالبية العظمى من السكان ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة بينها 5 دائمة العضوية معروفين طبعا ولليوم الثاني على التوالي تشهد العاصمة الخرطوم وبقية الولايات مظاهرات مناهضة لما يعتبره المحتجون انقلاب عسكري والاثنين اعتقل الجيش السوداني قيادات حزبية ووزراء ورئيس الحكومة حمدوك واعلن القائد العام البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وقيل ان حمدوك اطلق صراحه وعاد الى منزله حمدوك طبعا رئيس الوزراء المقال بقرارات البرهان نسأل الله عز وجل ان يقدر لشعبنا السوداني الشقيق يعني واقع طيب نأمله واقع من رغد العيش والعدل والرشاد في حاكم عادل يحكمهم لا ان يكون حمدوك يعود مرة اخرى بالدبابة البريطانية او الامريكية او بالقرارات الغربية لكي يجثم على صدر السودانيين محاربا للدين ومحاربا للمسلمين ومطبعا مع الصهاينة ارجو ان تتركوا اراءكم وتعليقاتكم اسفل هذا الفيديو وان كانت مادته قد اعجبتكم لا تنسوا ان تسجلوا اعجابكم وان تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته